اشتركوا في القناة اما لو ما تعرف ركز معي الموضوع بسيط في رفت فيه اربع انواع للفايل فورمات أو الصيغ الصيغة الاولى الـ RVT وهي الـ Ravit Project File وهي الملفات اللي نبني فيها المشروع كامل داخل الـ Ravit اما الثانية اللي هي الـ RFA وهي الـ Ravit Family File وغالبا هي الـ Loadable Family ولها عدة انواع نفس ما هو مضح عندك في الرسمة او الـ 3Diagram اللي ظاهر لك على الشاشة النوع الثالث الـ RTE وهي صيغة للـ Ravit Template File سواء كان نوع مثل الـ Architecture أو الـ Structure أو الـ Electrical Templates او حتى تسوي تعديل او Customization على مثل المتريك أركيتكتر تمبلت بما يتناسب مع الـ Workflow الخاص فيك اما كمهندس كفريلانسر او للشركة اللي بتشتغل فيها مثلا اتجهز الشيتس باللوغو او الشعار اتغير اليونت او وحدة القياس وطبعا الموضوع اكبر من كذا هذه مجرد امثلة انك اتجهزت تمبلت او القالب المناسب لعملك بيوفر عليك كثير من الوقت والجهد لو تحبوا نسوي فيديو مخصص عن هذا الموضوع عرفوني في التعليقات اما النوع الرابع والاخير من هذه الصيغ هو الـ RFT وهي للـ Revit Family Template File يعني نفس من المشروع الاساسي لو تمبلت خاصة فيه ايضا الفامليز لها تمبلت خاصة فيها وهذه التمبلت نلقاها لما نروح من الفامليز نختار New وبعدها مثلا نختار الـ English ومن هنا نختار التمبلت المناسب لنا نختار من الـ View نختارها ك List فيه مثلا Metric Furniture فيه للباركينج فيه للوندوز وغيرها من التمبلت اختيار التمبلت الصح يعتبر خطوة اساسية ومهمة قبل تبدأ التنفيذ او البناء اول فيديو نزل على القناة استخدمنا المترك فurniture تمبلت علشان نصمم هذه الوحدة التخزينية لو تحب تشوف الفيديو حطيت لك الرابط في الوصف وايضا ظاهر لك الان على الشاشة اخر نقطة بنتكلم عليها قبل لا ننتقل للـ Revit ايش هي الـ In-Place Family هي فاملي نقدر ننشأها داخل ملف المشروع اللي هو الـ RVT زي ما عرفنا وتكون عادة مخصصة لهذا المشروع بالذات مثلا زخرفة معينة او Built-in Furniture او Partition بطريقة معينة يعني لما تجي تسويها ما تعتقد انك بترجع تستخدمها مرة ثانية في مشروع ثاني اما ايش الفرق بين الـ In-Place Family والـ Revit Family وكيف نحول الـ In-Place Family والـ Revit Family هذا اللي بنتعرف عليه بهذا الفيديو خلونا ننتقل للـ Revit ونبدأ الفيديو خلونا في البداية نتكلم عن الفروق الاساسية بين الـ In-Place Family والـ Revit Family لما نروح من قائمة Architecture وبعدها نضغط على الـ Component عندنا اختيارين الـ Place Component هي الـ Revit Family والمود الـ In-Place هي الـ In-Place Family لو اخترنا مثلاً Place Component واخترنا مثلاً هذا الدسك وحطيناه هنا الآن على الشاشة عندنا مثالين هنا عندنا هذا وحدة التخزين الخشبية هو In-Place Family وهذه Revit Family لو ضغطنا عليها بنشوف انه في اختلافات بينهم يعني لما نضغط الـ Revit Family في البداية ونشوف من الـ Properties انها Furniture بعدها الاهم انه لما نجي نزوي لها Edit او نبغي نغير عليها نضغط Edit Family بتفتح لنا بفايل منفصل تماماً وهو هذا الملف هو Revit Family Templates ونعدل عليها لما نخلص نضغط Load into Project اما لو اخترنا الفاميلي الثانية اللي هي الـ In-Place Family بنشوف انها في البداية Casework بس مو شرط انها تكون Casework انت لما تبدأ بيكون عندك مجموعة من الـ Categories او التصنيفات تختار الشي اللي تبدأ فيه يعني ممكن يكون Furniture لانك اخترتها Furniture في البداية ورح اوريك بعد شوي كيف تسوي كده فهنا لما نضغط ونبغي نسوي له Edit بنسوي Edit In-Place ونبدأ نغير عليه ونعدل عليه بنفس ملف المشروع بنفس ملف الـ Revit ولما نخلص نضغط على علامة الصح فهذا الاختلاف الاول اما الاختلاف الثاني لما نجي نعدل على هذه الفاميليز مثلا ناخذ كذا نسخة من هذا الدسك نختلي Multiple وناخذها Constrain ونشوف كذا نسخة مثلا بهذه الطريقة الان لو جينا عدلنا على واحد منهم بتتعدل باقي النسخ يعني لما نجي نضغط Double Click أو نضغط Edit Family كلها نفس الاختيار مثلا نعدل عليه اي تعديل مثلا نحذف هذي بس عشان نشوف التعديل نضغط Load Into Project نختار Override كذا تغيرت لكلها مرة واحدة نضغط Ctrl Z نرجعها نفس ما كانت ونحذف هذه النسختين اما بالنسبة لهذا الكابنت يعني لو جينا وسوينا منه نسخة ثانية نضغط على Copy ونسوي له Copy بأي مكان مثلا على Jump Ctrl Z نروح مثلا لل Front ونسوي له Copy بأي مكان الآن لما نجي نعدل عليه مثلا نجي نضغط عليه ونختار Edit In Place ونغير مثلا نطول هذا نبقى أطول من كذا نضغط على الصح بنلاحظ انه تغير بس واحد منهم يعني هما نسختين منفصلة عن بعض تماما ما لهم علاقة بعض نضغط Ctrl Z نرجع كل شيء زي ما كان وأيضا الاختلاف الثالث انه In Place Family أثقل بكثير من الرفت Family كيف نعرف لما نجي وندخل على الفاميلي هذه تعتبر Keys Work فالآن خلونا ناخذ نسخة مرة ثانية زي ما سوينا المرة اللي فاتت أخذناها وضغطنا على Copy وناخذها على جنب مثلا هنا بنلاحظ انه صارت عندي كاتيجوري ثاني وتحتها هذه الكابنت أما لما نجي نسوي حتى لو مية نسخة من هذا الدسك ما رح يصير كلا يعني لما ننزل ونروح للفيرنشر من هنا هو هذا الدسك الآن لو سويت له Copy مثلا عندي Copy وسويت له كذا نسخة ما رح يكون عندي إلا نسخة واحدة سواء هذا المقاس أو هذا أو هذا ما رح تتكرر عندي النسخ فبكذا ملف الرفت بيكون أخف قبل أن نتعرف على طريقة تحويل الانبليس فاميلي للرفت فاميلي خلونا نشوف طريقة بناء فاميلي بسيطة باستخدام الانبليس فاميلي من الكمبوننج نروح مود الانبليس من هنا فيه بالبداية عندنا الفاميلي كاتيجوري من هنا فيه الاركتكتر إذا تبغى ممكن تحط صح على الستركتر أو الميكانيكا الالكتريكا وغيرها إحنا لو نبغى الاركتكتر نكون بنفس المكان لو نبغى نسوي مثلا طاولة فنختار الفيرنيتر وبعدها نضغط على أوكي نسميها هنا بالاسم اللي نبغى مثلا تيبل ون ونضغط على أوكي هنا بندخل على الانبليس فاميلي ممكن نبدأ بإكستروجن بسيطة نروح لليبل ون وبعدها نختار مثلا شكل الدائرة ونجي ونرسم مثلا طاولة بهذا الشكل وممكن نحط عليها صح ونروح لاليفيشن ومن هنا نرفعها بالمكان اللي نبغى نحدد مقاس التوب وقبل لا نطلع منها ممكن نغير الماتيريال من هنا نحدد عليها نروح للماتيريال نضغط مثلا من هنا نروح نختار مثلا التوب شيء زي الماربل ونضغط على أوكي وقبل لا نطلع ممكن نسوي البيس نرجع لليبل ون وبعدها نختار كريايت ونختار اكستروجن فكذا سوينا اكستروجن ثانية نضغط شكل الدائرة ولو نبغى نحدد على السنتر او نبدأ من السنتر بس ما يجيب لنا البوينت للسنتر نضغط على الماوس ونختار سناب ونختارها للسنتر فكذا بيجينا في السنتر فنرسمه مثلا بهذا الشكل لو اوكي المقاس نضغط على علامة الصح نروح لواحدة من الاليفيشن نرفعه على فوق طبعا تقدر تصغره وتعدل عليه وبعدها ممكن ايضا نعدل الماتيريال نختار اي واحدة من هذه الماتيريال مثلا ونضغط على علامة الصح الان لو تبغى تشوف الماتيريال ظاهرت لك نختار مثلا على الكونسستنت كولر او الشيد ونضغط على علامة الصح وكذا سوينا طاولة بشكل جدا بسيط وسريع فكذا استخدام الانبليس فاميلي طبعا الامثلة كثيرة بس هذا مثال بسيط ننتقل ونجاوب عن اخر سؤال واهم سؤال وهو محور درس اليوم وهو طريقة تحويل الانبليس فاميلي الرفت فاميلي في طريقتين وكل الطريقتين اسهل من بعض بس الخطوة المهمة والاساسية انك تعرفها بهذه الطريقتين انك لازم تكون داخل الانبليس فاميلي انفايرومنت يعني لازم تجي وتحدد عليه وتختار ايدت انبليس او تضغط دبل كليك عليه من برا بس انك تتأكد انك داخل الانفايرومنت اللي هو انبليس ايدتور يكون بايل لك والموديل يكون شفاف لما تحدد عليها وتحاول تحرك ما رح يتحيرك معك اي شي بس الانبليس فاميلي تحدد عليها كلها بهذه الطريقة بعدها تروح تسوي كنترول سي او تسوي كوبي او تروح تختار من هنا اللي هو كوبي تكليب بورد فكذا تكون تسويت لها كوبي بعدها تروح من فايل وتختار نيو وتختار فاميلي وبعدها تسوي كنترول في وتبدأ تشتغل عليها تعدل عليها تزيد تبدأ اكيد تنظف وتحتاج تعدل عليها اشياء بسيطة لو تحب تضيف دايمنشنز عشان تكون برامترك وغيرها من الامور الطريقة الثانية نفس الشي من المهم انه نكون داخل الانبليس ايدتور وهذه الطريقة اسهل واسرع وانظف الخطوة اللي بنسويها انه نجي ونحدد الموديل كامل بعدها نسوي جروب نضغط من هنا على كرييت نختار كرييت جروب وبعدها نسميه بالاسم اللي نبغاه ونضغط على اوكي بعدها احنا في الجروب بنكون هنا نغير مكان الوريجين بوينت ما يكون هنا في النص يكون مكان شوي يكون فينينت مثلا من الطرف من هنا او الطرف من هنا مثلا نحطه هنا نسوي زوم ان ونحطه بالمكان المناسب نسحبه ونتأكد سناب صار للطرف من هنا لما نكون تأكدنا لنحطيناه بالمكان الصح بالضبط صار هنا ممتاز بعدها الشي اللي احنا بنسويه احنا سويناه كجروب واحنا لسه في الجروب بنروح من قائمة فايل وبعدها نروح ونختار ومن هنا ممكن يطري على بالك انك تختار بس ابدا لا تختار اختارها كجروب من هنا بالبداية طبعا انت بتحدد المسار اللي تبغى تحفظ فيه هذا الملف في الفايل نيم كاتب لك هنا يعني نفس ما سميتها بيكون اسم هذا الفاميلي ممكن تغيره لو تحب او تخليه زي ما انت سميته داخل البروجيكت بعدها ننتبه انه الفايل الفايلز اوف تايب اللي هو نوعها بتكون رفت فاميلي فانت اضغط على سيف الان سيفناها الحين ممكن تحط على علامة الصح او تسوي cancel للجروب عادي مثلا حطينا علامة الصح علشان نطلع منها الان لو نبغى ندخله كرفت فاميلي بنروح للاركيتكتر وبعدها component وبعدها place a component من هنا ما رح يكون موجود عندنا النوع هنا بس بنختار load family ونروح للمسار اللي حفظنا فيه هذه الفاميلي اللي هو شوف حتى الاختصار او الفورمات rfa ونختار على open الان بيجي عندنا ونحطه بالمكان اللي نبغاه فكذا حولنا ال in place family بخطوات جدا بسيطة ال refit family وبكذا نكون وصلنا النهاية هذا الفيديو اتمنى يكون مفيد اضاف المعلوماتك او جاوب عن سؤال كنت تبحث عن اجابته اعذروني لو بطول في الفيديوهات بس احب اني اعطي الموضوع حقه ويكون اغلب الاشخاص اللي بتتفرج على هذا الفيديو فاهمه باختلاف المستويات ويكون في اساس قوي لأي موضوع يتم طرحه على القناة اقدر دعمك بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة واكيد اشكرك جزيل الشكر على المشاهدة لو عندك اي سؤال استفسار او اقتراح لا تتردد مشاركته في التعليقات وبرجعلك في اقرب وقت ان شاء الله اترككم انا هنا في امان الله